أنا امرأة متزوجة لكن ابتليت بسجن زوجي أي تم سجن زوجي لي أربعة أبناء بسجن والدهم لم أجد مصدرا من الدخل للإنفاق عليهم أنا امرأة متحجبة قضيت حياتي كلها في البيت في خدمة أبنائي وزوجي خرجت للعمل لأبحث عن لقمة العيش لأبنائي بعد سجن زوجي لكن هال للأمر خارج البيت واصطدمت بواقع مرير هذا الواقع ما يميزه أن كثير من الرجال يطمعون فيه يا أعوذ بالله ويتحرشون بيه يا أعوذ بالله ولذلك أنا أصبحت بين نارين إما أن ألزم بيتي في غياب زوجي وأضيع أولادي وإما أن أخرج لطلب الرزق وأصطدم بكل هذه السلوكيات المنحرفة هذا الأمر أتعبني وأرحقني إلى درجة جعلني أتكاسل عن صلاتي وأكثر الشكوى للناس فماذا أفعل لا حلوة لا قوة إلا بالله هذه الرسالة تنم على مدى الأنانية التي أصبحت تطبع علاقات الناس فهذه الزوجة التي سجن زوجها وهي أم لأربعة أطفال ومتحجبة وكانت متفرغة في البيت لخدمة زوجها وأبنائها لم تكن تتوقع أبدا أن تأتي ظروف مثل هذه تضطرها للخروج للعمل هذا أمر قد يحدث والإنسان ما دام في الدنيا فيمكن أن يأتيها أي نوع من الابتلاء نسأل الله أن لا يبتلين وأن يعافينا هذه ابتلية بهذه المسألة فوجدت نفسها بين أمرين إما أن تلزم بيتها وتضي عولادها وهذا أمر خطير جدا ستضي أبنائها ستعرض أبنائها عياذا بالله للمسغبة وللحاجة والحرمان وقد ألفوا مع أبيهم أن يوفر لهم كل مستلزمات الحياة الكريمة إن هذا حل ليس واقعي خرجت تبحث عن عمل وحتى في خروجها للبحث عن العمل ليس كل النساء يجدنا العمل فكونها تخرج للعمل ليس معناها أنها ستجد إن شاء الله عروض للعمل عند بيتها توزع على النساء ورجال بينك وبين العمل عقبات وعقبات أما وقد خرجت للعمل ووجدت في العمل هذا من فضل الله عليها عليها أن تسجد لله شكرا على أن قيض الله لها عملا في بلد العمل فيه من تاسع المستحيلات لكنها لما بدأت تشتغل إن شاء الله لتوفر كل الذرورية للأبناء وجدت هناك واقع اصطدمت بواقع أليم واقع منحرف شوفوا المجتمع أنت عنها في رسال فبدل أن يرحمها الناس وأن يقدروا جهدها التي تقوم بها من أجل إن شاء الله أن تبقى وفية لزوجها وعاملة حتى توفر كرامة أبنائها ولا تضطرهم عياذا بالله للحرمات بدل أن تشكر على ذلك وأن تصان كرامتها وأن تحترم بعض من لا خلاق له يا عوذ بالله عوذ بالله أي تربية هاته نهلنا منها يا رب يا رب لما ابتعدنا عن الإسلام يتحرشون بها حتى صارت تكره الخروج وهذه امرأة مؤمنة لأنها تكره هذا النوع من الانحرافات ولا تسير هؤلاء شبه الرجال فيما هم عليه وإلا فإن الكثيرات نسأل الله العفو والعافية والكثيرين والعياذ بالله لا يراعون في أعراض الناس إلا ولا ذمة وإنا لله وإنا ليراجعون إذن تقول أنا بين نارين إما أن أمكث في المسجد أي إما أن أمكث في البيت وهذا سيضيه أبنائي وإما أن أخرج وفي ذلك ضياع لشرفي وكرامتي وكرامة زوجي وأولادي والله بل يتي فيك الخير إن شاء الله تباركه وتعالى ولماذا تعيشين بين هاتين النارين علاش لماذا لأن المرأة في المجتمع الإسلامي إذا مات زوجها أو سوزي نزوجها لن يتركها أحبابها أبدا لهذا النوع من المعانات فرهم أخوتك فرهم أحبابك فرهم الرحم تفتتت الأسر تشتتت فصرنا نعوش الجحيم يا إخوان لا أحد أصبح والعياب يفكر في أخيه وأخته كل الناس يقولون نفسي نفسي والله إن هذه الأحوال والظروف التي آلت إليها أوضاع الأمة من التمزق والأنانية والفرضانية حتى بالأخ وأخته لا أمر يدعو إلى الرثاء شكولر الآن إن شاء الله تباركه وتعالى يعاني هي المرأة المسكينة المرأة كانت المرأة في المجتمع المسلم ما حصل لها تخيل معي أكبر ما يمكن أن يحصل لها ومع ذلك لن تترك أبدا لمثل هذه المعانات المعانات ينفقون عليها يكرمونها لا يضطرونها أبدا للخروج لهذا المجتمع الآثن فاصبري وصابري لا نقول لك اجلسي في بيتك بل نقول لك أنت مضطرة للخروج إلى العمل وما بدون تتجدين العمل فخروجي إلى العمل بشرط الضوابط الشرعية بعجابك وأن لا تستسلمي لمثل هؤلاء الذين يقومون بمعاكستك والتحرش بك وارفعي أمرهم للقانون حتى يؤدبوا فنسأل الله أن يعينك وأن يثبتك وأن يطلق صراحة زوجك وأن يكرمك ويرفع قدرك لا حلوة ولا قوة إلا بالله أنا متزوجا وعندي ولد عمره سنة وأنا أعمل فحملت ثانية وأنا أعمل في مؤسسة في فرنسا فلما علم رب العمل بأنني حملت مجددا طردني بحجتي أني صرخت في وجهه وهذا ما لم يحدث قط إنما قصده مفهوم وهو حرماني من حقي فماذا أصنع أنت في فرنسا بلد يقال فيه القانون أنت عندك ولد عنده عام وحملت هل يريد منك أن تقوم بالإجهاض أعوذ بالله لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق نسأل الله لا عفونا فلما علم بأنها حملت قام بطردها بدعوة أنها صرخت في وجهه وهذا لم يحدث لماذا لأن القانون ينص على أن المرأة إذا حملت يمكن أن تحصل على إجازة مؤدة عنها وتمكث في بيتها ويمكن أن تطول هذه المدة على استفادة حتى بعد الولادة وتأخذ إما الأجرة كاملة أو نص الأجرة مؤدة عنها وتؤدى الصناديق الاجتماعية وللتأمين يؤدى عنها كذلك فطردها بحجة أنها صرخت في وجهه وهو يريد أن يحرمها من كل هذه الحقوق فماذا تصنع لست أنا من أجيب على هذا السؤال أنا فقط أطرح بعض هذه الإشكاليات الإشكال الأول أين الزوج الذي وجب علي أن يلفق عليك حتى لا يضطرك للخروج للعمل منا لله وإنا لي راجعون المرأة تحمل وتلد وتعمل خارج البيت اللهم إذا كانت مضطرة أيرضى الزوج اسمعوا لي هذا رأيي أيرضى الزوج أن يترك زوجته تأمل ليلة نهار وتترك أبناءها وتهملهم من الذي يقوم بتربية الأبناء فإن تربية الأبناء من أعظم الأعمال وتستغرق وقت الأم بأكمله ليلا ونهارا متابعة يومية خاصة في واقع كواقع فرنسا تعلمي من العربية والقرآن وتربتين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن القوانين القادمة التي تسن في فرنسا في الحقبة القادمة ستمنعكم من أبنائكم وستفرض عليكم أن تسلموا أولادكم تلت سنين إليهم لكي يفعلوا فيهم ما يشاءون لأنهم يرون أن فرنسا مهددة بانتشار الإسلام ولأن هؤلاء إن شاء الله تبارك وتعالى يجتهدون من أجل الحفاظ على دين أبناهم ببناء المساجد بتحفظ أولاد المسلمين القرآن بتعليمهم اللغة العربية وهذا ما لا تريده فرنسا وأنتم ترون كيف يسيئون للنبي صلى الله عليه وسلم ويتبنون ذلك من أجل ترضي المسلمين أو تضييق عليهم حتى يتخلوا عن دينهم وعن خصوصياتهم وعن عبادة ربهم أين هو الزوج؟ بالنسبة إليه إذا وجد الزوج يعمل ثم يترك المرأة عمل أين القوامة؟ أتريد أن تنفق عليك زوجتك؟ بئسة بئسة الاختيار بئسة الاختيار والله أنا أتفهم إنسان يجد صعوبة في الإنفاق على نفسه ويترك زوجته تعمل بإذن الله عمل طيب وبضاوة الشرعية فرغته هذه التحديات الواقعية لكن الزوج يترك زوجته تعمل وهي حامل ولها ابن عنده سنة الله 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 إذن هنا مساءلة لهذا الزوج إن المسألة الثانية الزوجة بذاتها هي تأمر زوجها أن يقوم بواجب في الإنفاق عليها لكي تتفرغ لأبنائها وأما الثالثة فإن لم يحدث لا هذا ولا ذاك ووجدت نفسها قد طردت بغير قانون وبغير موجب قانوني فهي تعرف أن الطريق معبد إلى المحكمة ترفع إن شاء الله دعوة لكي تنصف إذا وجدت من ينصفها فأسأل الله تعالى أن يعينك يا ابنتي ترجمة نانسي قنقر